خلينا أقول لكم أن هذا الفيديو حقيقة لم أكن مخططة له وأنا ما عملت له سيناريو أصلاً ورح أتكلم بكل عفوية في هذا الفيديو لكن حابة أقول شيء أنه أنا ما قررت أتخذ أو أن أصور هذا الفيديو إلا بعد ما في مواضيع معينة تراكمت وأخيراً اختتمت بمقال قرأته هذا المقال مرتبط بالقرارات بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله وقاتكم بكل خير وسعادة وفرح العادة لما يكون أي موضوع أقرأه سواء كان هذا الموضوع علمي أو كان فلسفي أو كان اجتماعي أو كان متعلق بالسلوك لابد أن أبحث عن آية تؤكد ما بهذا الكلام أو ما بهذا الموضوع من شيء يخليني فعلاً أثبت أن هذا الكلام فعلاً هو الكلام الصحيح لأن القرآن بالنسبة لي هو المصدر الثابت الذي أستطيع أن أستند عليه في أي قرار أو في أي معلومة أعطيكم إياها أو حتى أي معلومة أنا أتعلمها قبل ما أشاركم إياها ومن ضمن المعلومات اللي فعلاً كنت أقرأ عنها اللي هو فكرة اتخاذ القرار وهذا دخلني أيضاً في موضوع آخر والمواضيع تتشعب مترابطة ببعضها البعض لكن هذا خلاني ألتفت لآية كريمة بل أكثر من آية ولكني سأبدأ من الآية واتقوا الله ما استطعتم حقيقة هذه الآية توضح شيء معين جداً مهم وهو أن حياتنا وتغيرها وتبدلها يعتمد على أن نبذل أقصى جهدنا في أن نصل عليه والسؤال هو لماذا لم يحدث التغيير الذي ننشده أو لماذا نتأخر في حدوث التغيير أو لماذا نتأخر في أن نحدث التغيير الذي نرغب فيه وتسألت أيضاً سؤال آخر لماذا في ناس فعلاً إذا أرادت إنها هي تتغير تغيرت وفي ناس ما يحدث لها التغيير لأنها تقول أنها أرادت التغيير ولكن لم يحدث لماذا في ناس فعلاً لما تقرر إنها تشفى فعلاً تشفى ولما ناس ما تقرر إنها تشفى فعلاً لا تشفى هل المسألة مرتبطة هنا بالحظ؟ أكيد لا لأن هذه الآية واتقوا الله ما استطعتم هذا يدل على أن هناك فرق بين ناس فعلاً بذلوا أقصى ما استطاعوا وبين ناس يظنوا أنهم بذلوا أقصى ما استطاعوا الفرق بين هذه النوعية من الشخصيات النوعية الناجحة واللي تحدث تغيير وبين النوعية اللي ما تحدث تغيير هو فعلاً فكرة القرار نفسه يعني أنا لما أقرر الإنسان لما يقرر فعلاً قرار إنه يريد التغيير في واقع الأمر هذا الشيء يحصل فعلاً والتغيير يحصل يمكن واحدة تقول إحنا فعلاً قررنا أكثر من مرة ولكن انتكسنا أنا أقول لكم السبب ببساطة لأنه الناس اللي تقرر التغيير في واقع الأمر ما عندهم الصورة الواضحة للتغيير بمعنى ما عندهم الصورة الذهنية للتغيير وخلينا أكلمكم عن موقف صار قريب أنا كنت في زيارة عزاء لقريباتي وفي العزاء طبعاً إحنا كنا في وجبة الغداء كنا جالسين ووحدة من قريباتي كانت صائمة فطبعاً هي كانت جالسة معنا ثم كانت النساء تعلق عليها أنه أنت كيف قادرة تتحملي فكرة أنه إحنا ناكل أمامك وإنت صائمة فبعدين في بعض الأخوات ينكتوا فيها ويقولوا لها أنت ما في شخص سألش حاجة إلا وقلت له صائمة في كل العالم عرفت أنه صائمة فقالت هم يسألوني أشرب فأقول لهم صائمة هم يسألوني تأكلي فأقول لهم صائمة إذن ماذا أجيبهم هل أكذب عليهم فهنا أنا قلست أراجع فعلاً الكلام اللي هي قالتهم وضوح الأمر بالنسبة لها يجعلها فعلاً تجيب بوضوح هي غير مستعدة لأن تخفي هذا الأمر لمجرد أنه أنا أستحي أقول للناس صائمة أو أن يقولوا عني أنه أنا أجاهر بالصيام أو أنني أرائي بالصيام ولذلك إحنا كثير من الأمور لما ما تكون واضحة بالنسبة لنا نبدأ إيش نسوي؟ نحط الأعذار نحط المبررات ونحط الكلمات اللي ما إلها معنى نتيجة لوضوح الرؤية عند قريبتي لأنها هي عارفة نفسها صائمة فبالتالي للمؤثرات الخارقية تؤثر فيها وكذلك هذا لا يجعلها أنه هي تخفي الصيام لأنه الأمر بالنسبة لها واضح ولا داعي لإخفاءه وهذا دليل على أنه هي لما قررت الصيام وبدأت فعلا بالصيام فأصبح ما في شيء في الأرض أو في الكون من مؤثرات خارقية يأثر عليها إذن هي لما قررت الصيام وفعلا بدأت بالصيام هنا الوضع اختلف ولذلك الشخص اللي يفرق بين يفرق أو الأشخاص اللي يتميزون بقدرتهم على مقاومة الأحداث الخارقية وعدم التعذر فيها منهم في واقع الأمر يكونوا دائما عايشين الوضع فعلا عايشين والصورة بالنسبة لهم والصورة الذهنية واضحة بالنسبة لهم ولذلك هم دائما ماذا هم يفعلون ما يشابه أو يوصلهم إلى هذه الصورة فلما يقرروا تكون الصورة واضحة ليش أنا أقرر هذا القرار فيبذلون كل جهدهم كل جهدهم في إنهم هم يكونوا في الشيء اللي يريدوا يكونوا فيه ولذلك إذا كنت فعلا أنا أريد أكون من عباد الله الصالحين إذن أنا يفترض أبذل أقرر فعلا أن أكون في عباد الله الصالحين وأبذل كل ما أستطيع لأن أكون في عباد الله الصالحين إذا كنت أريد أن أخلق تغيير أو أخلق خلينا أقول تطور لابد من أنه أنا أبذل وكلمة أنه أنا أبذل يعني أول شيء أقرر والقرار معنى أنه أنا ما أتعذر بالظروف الخارجية لذلك فيه ناس ممكن تقول لك أنا أريد أسد ديوني مثلا ولكني ما قادر أسد ديوني لأنه ما عندي الوظيفة الفلانية لأنه ما عندي الدخل الفلاني لأنه ما عندي الرأس المال الفلاني الحقيقة أنه الذي ينوي أن يؤدي دينه في حديث شريف فيما معناه أن الذي ينوي أن يؤدي دينه أدى الله عنه هذا الدين بمعنى أنه لو فعلا أنت صادق في قرارك لرأيت الفرص أمامك ولا تتعذر بالظروف الخارجية لذلك المسألة هي صدق القرار عندما أقر أن لا إله إلا الله فإن الصدق يدفعني إلى أن أفعل كل شيء باتجاه الله سبحانه وتعالى وما يرضي الله تعالى نفس الشيء بالنسبة لحياتنا لو أنا أريد أنه أنا أتغير أو أريد أنه أنا أتبدل فأنا في واقع الأمر لا بد أول شيء أن أقرر وكلمة أن أقرر يعني أشوف نفسي في النهاية في المكان اللي أريد أوصله خلينا نقول مثلا أنا أقرر سداد الديون إذن أشوف نفسي في حرية مالية عندي وإنه أنا فعلا بدأت أسدد الديون ودائما هذه الصورة تكون حاضرة هذا الشيء لما يحضر بالتالي إيش رح يخليني؟ رح يخليني أسعى نحو ذلك ورح يدفعني دفع أنه أنا أسدد الديون لكن المشكلة أنه إحنا دائما صورتنا أو تركزنا على الدين فالدين يذكرنا بالضعف ويذكرنا بقلة الحيلة لذلك نتراجع في قراراتنا وما تكون القرارات صادقة لكن لما تكون القرارات صادقة في واقع الأمر الرؤية النهائية اللي أريد أن نوصلها هي اللي تكون صادقة لذلك مثلا أنا لما أريد أروح مكان أنا دائما أفكر في المكان اللي أريد أوصله في الجهة اللي أريد أوصلها ما أفكر الطريق إيش فيه من مخاطر إيش فيه من أشياء ممكن تحصلي أنا ما أكون متنبأة أو عارفة ولكنني أفكر فيه أنه أنا أريد أوصل للمكان الفلاني هذا اللي قرر يعني لما أريد أقرر أنه أنا أوصل لجهة معينة أو مكان معين وأنا عندي صورة لذلك المكان المعين فأنا ما راح أفكر أصلا بالطريق اللي راح يوصلني وإنما أفكر فيه أن أنا أوصل إلى ذلك المكان وهذا الفرق بين الناس اللي تقرر وبين الناس اللي فعلا تتراجع في قراراتها اللي تتراجع في قراراتها أو اللي غير صادقة في قراراتها في واقع الأمر لا يتقون الله تعالى ما استطاره وإنما في واقع الأمر يركنون إلى ظروفهم الخارجية ويعتقدون أن الظروف الخارجية هي المسؤولة ولكن في واقع الأمر مقرد أنك تتخذ قرار بأنك تفعل الحاقة الفلانية أو تصل إلى النقطة الفلانية ستجد أن الله تعالى وضح لك وبيّن لك الفرص المتاحة وكيف تفتح لك الفرص المتاحة والتأكيد على ذلك الآية الكريمة فإذا عزمت توكل على الله أو فإذا عزمت فتوكل على الله وبالتالي إذا أنت عازم فعلا انطلق وشوفوا هذا دليل على ماذا دليل على إنه إنه الإنسان فعلا لما يريد يعمل شيء يتوكل على الله يعني يضع النية وينطلق لذلك هناك فرق بين الناس التي تتخذ القرارات وبين الناس اللي تتراقع في قراراتها دائما نكون إحنا مثلا ريد ندخل في برنامج أو ريد نشترك في برامج لكن دائما نتعذر بأنه المال ما موجود عندي لما نبدأ نتعذر بأنه المال ما موجود عندي معناه أنت أصلا ما اتخذت قرار بأنك أنت تشترك في البرنامج هذا لأنه أنت ما متخيل إيش راح تكون صورتك الحقيقية بعد هذا البرنامج أو إيش راح يصير لك بعد دخولك في هذا البرنامج لذلك لازم يكون عندك صورة واضحة أنا ويش أريد أكون على سبيل المثال الناس اللي تريد تروح الحج فعلا لاحظوا ماذا يفعلون دائما يحجزون حجزا مسبقا دائما ما يعدون للأمر بشكل مسبق لماذا؟ لأنهم يرون أنفسهم أنهم في السنة القادمة أو في الشهر القادم أو بعد أشهر راح يكونوا في الحج فعلا فهم لا يرون إلا ذلك لا يفكرون في الأسباب لأنهم يعرفون أن المهم هو أن أصل إلى الغاية ليس مهم الأسباب والأسباب ستأتي من عند الله سبحانه وتعالى وسيسرها لك المهم أن تتخذ قرار والفرق بين الإنسان الناجح والإنسان الغير ناجح أو الإنسان المفلح والإنسان غير المفلح هو إنسان يتخذ قرارات يوميا الإنسان اللي دائما يتردد معناه عنده مشكلة في ذاته وعنده عدم ثقة وعنده خوف هذا الخوف يجعله دائما يتردد وبالتالي دائما ما يؤجل قراراته وما يتخذ قرارات لذلك تجد دائما أنه في مكانه لا يتغير ولا يحقق ثم إذا سألته لماذا أنت في مكانك يروح يرد عليك ببساطة ويقول لك لأنه الظروف كذا وكذا وكذا ويبدأ يلقي السبب على الظروف ولكن صدقوني الحقيقة هي أن الأمر دائما يعتمد على قرار أنت تتخذه ولما الله تعالى يقولنا واتقوا الله ما استطعتم أي أن الأمر يتطلب منك فقط أن تتخذ القرار ثم تنفتح اتجاه هذا القرار وترى نفسك بصورة واضحة مما يدفعك دفعا إلى ناحية الصورة أو الشيء الذي تريد أن تصل إليه أما ذلك الأمر الذي أنت تتعلق به وتلك الظروف وتلك العراقيل الخارجية التي تتحجج بها فاعرف أنها فقط هي موجودة في عقلك لا أكثر وأن الأمر يتطلب منك أن تكون من أولي العزم وأولي العزم يعني أن تكون من الصابرين الذين يثقون في الله تعالى ويتخذون القرارات الشيء الأخير أيضا الذي أحب أن نوه عليه أن أصحاب القرارات دائما يضعوا في نفسهم أنه ممكن ننجح وممكن نفشل لكن المهم أن أتخذ قرار ويتحملون نتيجة هذا القرار الذي يتخذوه فهم ينظرون إلى أنه كل مرة يتخذوا قرار هم في واقع الأمر يقتربون من الشيء الذي يريدوه ولا يتوقفوا عن تلك النقطة وإنما يستمرون وهذا اللي حصل بالنسبة للناس اللي اخترعت اختراعات ستقدوا أنهم فشلوا مرة ومرتين وثلاثة لكنهم في كل مرة تتخذوا قرار بأنهم يستمروا في المحاولة وأنهم ما يتوقفوا لحد ما يوصلوا إلى النتيجة اللي يريدوها كثير من الناس للأسف لا تصل إلى ما تريده بسبب التردد وعدم قدرتهم على اتخاذ القرار اتخاذ القرار يتطلب في النهاية أن يكون عندك صورة وابحة للشيء اللي تريد توصله الشيء الآخر أن تتوكل حق توكل على الله تعالى الشيء الثالث أن تكون منفجح للفرص التي تعينك للوصول وبالتالي تبذل جهدك اتجاه هذه الفرص أقصى ما تملك من جهود لأنك تملك الإمكانيات وأن كلمة واتقوا الله ما استطعتم لا ترتبط فقط بالتكاليف التعبدية وإنما أيضا في تفاصيل حياتك عشان يكون القرآن فعلا منهج سلوكي نستطيع من خلاله أنه ننتقل إلى الأفضل هذا فيديو أنا قررت أنه أنا أسوي لكم إياه لأنه فعلا لاحظت كثير من الناس للأسف لا تشفأ لأنها ما تكون قررت الشفاء وفي ناس تشفأ كثير ناس يسألوني دائما نفس السؤال كيف تشافيتي من الاكتئاب ببساطة أنا قررت وشفت نفسي في مكانة إني أنا معافاة وإنه أنا أحقق إنقاذات وهذا الشيء كان يخليني يوميا أكتشف نفسي أكثر وأعرف إيش الأشياء اللي تضايقني اللي كنت أتقنبها وإيش الأشياء اللي تسعدني وتخليني أنطلق لحد ما تعافيت لكن فكرة أنه أنا أجلس وأقول أنه هذا الشيء أقوى مني وأنه هذا الشيء مسيطر عليه اعرفوا ساعتها أنه فعلا إحنا ما اتخذنا القرار لأنه دائما أي نتيجة لازم نوصلها لا بد أن تبدأ بقرار القرار إذا قلنا أني أريد ذلك فعلا لا يكفي أن أقول أريد ولكن يجب أن أرى صورة هذا الشيء الذي أريد الوصول إليه مع صورة واضحة مع أنه أنا أتوكل على الله تعالى وأثق ولا أنظر أبدا لا إلى المعيقات الخارجية من الآخرين ولا أيضا إلى المعيقات اللي هي مرتبطة بالظروف ولا أبدأ أركز عليها ولكن أركز على قدرة الله في أنه يفتح لي الأسباب والمسببات عفوا التي توصلني بإذن الله تعالى إلى ما أريد كل ما هناك أن أكون من الصابرين وعندها أكون فعلا ممن قال الله تعالى فيهم واتقوا الله ما استطعتم كنتم من أهل التقوى إذا فعلا بذلتم أقصى ما تستطيعونه للوصول إلى ما تريدونه هذا الفيديو مادة أسى أن تكون مفتاحا وإلهاما لك لتصل إلى ما تريد تسددينك أو تتغير إلى الأحسن أيضا من أجل أن تصل إلى غايتك وأيضا تصلح علاقاتك وتزيد من مستوى دخلك بالإضافة إلى أنك تكون أحسن وأحسن مما أنت عليه الآن وللعلم هذا الأمر نعمل عليه الآن في برنامج اسمه برنامج سكينة وهو برنامج بإذن الله تعالى سيخلصنا من حالة التردد من حالة الخوف من حالة الشك من حالة اللامبالاة من حالة التشاؤم من حالة الحذر المفرط ومن حالة عدم الاستحقاق الذاتي أو تدني الثقة كل هذه الأمور سيعالجها برنامج سكينة لأنه سنبحث في قذور هذه المشاكل سنقوي ثقتنا بذاتنا لأن الإنسان الذي يقوي ذاته بنفسه سيتخذ قرارات سيتعلم كيف يتعامل مع الآخرين هذا الشيء سيفتح له آفاق كثيرة في حياته ستتصلح علاقته بالآخرين أيضا ستفتح له آفاق من الناحية المالية أو الاقتصادية وكذلك تتحسن الجوانب الاجتماعية في حياته حتى الإنتاج والإنجاز سيختلف عنده سيشوف نفسه إن وقته منظم وإنه قالس ينجز وهذا عبر مجموعة من التقنيات بإذن الله تعالى سننفذها لمدة أربعة أشهر تفاصيل أكثر قبل أن أنهي هذا الفيديو ستجدوها إن شاء الله في صندوق الوصف ولا تنسوا أيضا متابعة القناة لأن لدينا جلسات تدبر بالإضافة إلى محاضرات بث مباشر أسبوعيا كل ما يعينكم في تطوير ذاتكم ولكن بمنظور قرآني أصيل أنا أمل جامعية كنت معكم في هذا الفيديو قصير أرجو أنه يفيدكم وأدعو الله تعالى لكم إجابة الدعوات وتحقيق الرغبات إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة